بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في العرض الجديد من سلسلة وحلقات منوعة ومفيدة من صحتي بعنوان مجابهة علامات الشيخوخة المبكرة والحد منها ولتوصيل المعلومة إلى أكبر عدد من ممكن من المصابين والمعرضين ونشر المعلومة المفيدة والمعرفة شارك واشترك لتلقي كل جديد ترقموا حتى النهاية مع منشورات صحتي والدكتور حسن المحتسب من العوامل المثيرة للشيخوخة المبكرة قلة النوم إذا لم تحصل على النوم الكافي والمريح فقد تبدأ البشرة في خط التجاعيد والتراحل المبكر لأن جسمك يطلق المزيد من الكورتزول وهو هرمون الإجهاد الذي يكسر الكولاجين الذي يبقي بشرتك ناعمة ورطبة حاول إعداد طقوس هادئة أو مهدئة للنوم مع ساعات منتظمة وتجنب الكحول والكافيين والإلكترونيات قبل النوم ومن العوامل المثيرة للشيخوخة التبغ والتدخين استخدام التبغ قد يؤدي إلى تجاعد الجلد المترحل في سن أصغر التدخين يقلل من تدفق الدم الذي يحمل العناصر الغذائية الأساسية مثل الأكسجين إلى سطح الجلب وقد يبطي إنتاج الجسم من الكولاجين بالإضافة إلى زيادة فرص الإصابة بالسرطان التعرض الزائد لأشعة الشمس يثير علامات الشيخوخة البعض من أشعة الشمس مفيد لك لكن امتصاص الكثير من الأشعة فوق البنفسجية يدمر الكولاجين في جلدك وقد يسبب في أن يصنع جسمك الكثير من البروتين المسمى الإلستين وقد تلاحظ أن بشرتك تبدأ بالسخانة وتضفي شعوراً قاسياً بالتجاعد العميقة والألوان المختلفة التي تسمى بقع العمر إذا اضطررت لأن تكون تحت أشعة الشمس المباشرة في العمل فيجب التسطر بالقبعات والأكمام الطويلة والنظارات الشمسية والكمامات الواقية واستخدام واقي الشمس واصع الطيف ومن العلامات التي تثير الشيخوخة جفاف البشرة يؤدي هذا المظهر للبشرة الجافة القاسي والمتقلب لعلامات الهرم والشيخوخة وكبر السن غسل البشرة مرة أو مرتين في اليوم استخدام منظف خفيف بدون كحول أو مكونات أخرى تسبب اللهيب والتحسس أو الخشونة والجفاف رطب بشرتك مع الكريم مرتين في اليوم للمساعدة في علامات الرطوبة التي تجعلك تبدو شابا الطعام غير الصحي والطعام السريع يثير الشيخوخة تساعد الأطعمة المناسبة في منع الإصابة بأمراض القلب والسكري وغير ذلك من الأمراض المزمنة التي تستنزف الطاقة الشبابية النظر في النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط صحي للقلب إنه الأمر جيد للعقل أيضا أن تضطر إلى خبط كمية قليلة من اللحوم الحمراء الدهنية وممكن أن تحصل على دهون صحية من الأطعمة مثل الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون والأبوغادو والكثير من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات قلة النشاط البدني تثير علامات الشيخوخة النشاط البدني المنتظم هو وسيلة أساسية لإبقاء النفس والنفس شابة فهو يقوّل عضلات ويعزز الطاقة ويحسن الحالة المزاجية إن المشي المنتظم يركز الانتباه ويقلل من مخاطر الأمراض المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب وبعض المشي السريع أو العمل في الفناء أو حتى التريض لمدة 30 دقيقة في معظم أيام الأسبوع يعزز الصحة الجسمية والنفسية ويعيد الجسم إلى حالة الشباب طول التحدق وكثرته يؤدي إلى ظهور التجاعيد عند إطالة دقة النظر يصبح الجلد على الوجه باتجاه العينين مثنيا مما يؤدي بمرور الوقت إلى ظهور خطوط التجاعيد في الواقع إن أي تعبير نقوم به مرارا وتكرارا يمكن أن يكون مشكلة إذا كنا في خارج البنايات فقد تحمينا النظارات الشمسية من التحديق وتساعد على منع الثناية التي يمكن أن تتطور على الزوايا الخارجية للعينين ما يسمى بأقدام الغرب كذلك تحمي القبعة كبيرة الحواب قلة الأصدقاء وضعف الشبكة الاجتماعية والعلاقات ممكن أن تكون من مثيرات علامات الشيخوخة يمكن الاتصال مع الأصدقاء والعائلة المساعدة على البقاء نشيطا في القلب ويعزز الصحة العاطفية والجسدية أيضا ويساعد في تجنب القلق والاكتئاب والخوف المرتبط بالشيخوخة بما في ذلك مرض الزهايمر وعندما تبحث عن المجتمع أن جودة الصلة ونوعية العلاقات الاجتماعية هي المهمة وليس العدد اضطراب ضغط الدم يثير علامات الشيخوخة إن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر حدوث مشاكل متعلقة بالعمر مثل الخرف الوعائي ومرض الزهايمر فهو يلحق ضرر بالأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ ويبدو أن الأشخاص الذين يتحكمون في ضغط دمهم عن طريق اتباع النظام الغذائي وممارسة الرياضة وضبط الدواء قادرون على ابطاء أو منع هبوط حاد في التروية الدماغية مما يحد من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة السلبية والأنانية والتوقف عن مشاعدة الآخرين تثير علامات الشيخوخة يطلق الجسم هرمونات المتعة أو الأندروفين عندما ننفق أموالا على أشخاص آخرين أكثر من انفاقها على أنفسنا لأن الهدوء السعادة والاتصال الذي نستشعر به عندما نساعد شخصا ما يجعلنا نكرر مثل ذلك الفعل مما يجعلنا أكثر هدوءا وسعادة ويقلل من التوتر وقد يساعد حتى على صحة القلب ويحسن نظام المناعة ودفاع ضد الأمراض